موسيقى والتشالنج اللي نقيته هو نقت ثلاث يام بالجمعة التنين الأربعة والجمعة تصوم نقت اشي كتير بحب اكلها وراح تصوم ثلاث ثلاث يام بالجمعة نقت نقت الفويكة اللي انا بموت فيها الدرق والسلط هؤلاء الثلاث اشياء ما رح اكلهم التنين الأربعة والجمعة ونقت ثلاث اشخاص كمانا لازم يسومو ثلاث يام بالجمعة اللي هنه إلي إليا ما لازم يكل خبز تنين شخص غادة بالاكاديمي ما لازم تشكوله وثالث اشخاص امي ما لازم تكل شكلت شكرا شكرا التحدي هو العزف العزف الفم شكرا وحاجرب ساروني ناسا شكرا 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 كلنا منعرف ايه الشخصية رسمت اليوم على السريع ما لحقت بدنا نقول لكل طفل معنف ببيته اي لوفيو بحبك بصوت دونالدك وبعد ما نعمل هيدا الموضوع بدنا نحط فيديو صغير أكيد ما بيتخطى العشة سواني أو خمسة عشر ثانية على الانستجرام ونحط هاشتاج اي لوف كيدز وأكيد اذا بدهم لي استراك اذا حسوا انه موهبتي بتستاهل انه ضل انا باستراك اكاديمي وبدنا نقول ثلاث مرات اي لوفيو بصوت دونالدك اي لوفيو اي لوفيو اي لوفيو اي لوفيو شكرا 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 انا بدنا نطر الفيديو سيبا عكятель اع شكرا مرسي تحدي دكنت انا دكنت انا قدرت ان انا تحدي نفسي واخس 60 كيلو اه جواي ارادة ايقاست ياambش بس لما دورت جوا نفسي لقيت ان جواي ارادة ان انا اخس وان انا اقدر انزل وان انا اقدر اعمل وان انا جواي حاجات كتير قوي اقدر اعملها وان ما فيش حاجة اسمها مستحيلة بالإرادة مفيش حاجة اسمها مستحيل المطلوب من الناس إن كل واحد عنده سنة، وكل واحد بيقولي أنا طخين مش أقدر أخص لأ إنت تقدر تخصي وتقدر تكون أقل مني وتقدر تكون زي أنا بتمنى الناس كلها تشوف دالوقتي اللي أنا عملو ده وتشوف لي إني أنا كنت اكتر واحد بقول ما فيش مستحيل، أكتر راحت كنت اقول مستحيل إني أنا خص، وأكتر راحت كنت اقول مستحيل أن أنا ننزل بس لما دورت جواي وفكرت، ولقيت في أهداف يجب عملها ما ينفعش الناس تبصيلي بصة وحشة ما ينفعش لازم انا كون زي الناس واحسا لقيت ان انا اقدر اغير فانا طالب من الناس انها تقدر تغير ان كل واحد جواه حاجة وكل واحد لو دور جواه نفسه هيلاقي جواه حاجات خارقة يعني شكرا محمد بالنسبة للتحدي هو مرتبط بالسلام شوية بس يعني هنشوف اعمل حاجة كده بس مش عارف تبقى في الموضوع ولا لا انا من وجهة نظري برضو بقول ان اللون الابيض هو السلام بس ده من وجهة نظري فانا هعمل كده حلو هلو شكرا وان انا عاسف والغنية كنت مش حافظها اول يعني حلو اعم شكرا شكرا موسيقى 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 الحباية التي انت مكسوفة منها والحطة التي لا تقومها مع الحطة التي هنا والخصلة التي لا تقومها مع هذه الخصلة هذا أنا ليس ماضد لكن جميلة وأنا سأتحدث كل العالم العربي أنه يقوم في يوم الأيام هو يوم واحد اخرج من نفسك وانسي أن هناك شيئات التي يمكن أن تجملك غيرك انسي أن هناك شيئات التي يمكن أن تحليك غير الجواكي جواكي هو روحك تطلع عليك تنطق الخارجي الذي هو أهم الدخلي هو الأهم الخارجي بعد أن تبقى حلو شكرا 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 هذا ما فعلته أنها تطلع بنت يوم من أول إلى أخر لا تضع نقطة ميك أب لا تلبس تلو تلبس أبسط حاجة عندها وتطلع تعيش اليوم كله من أول إلى آخر من غير أي شيء غير نفسها كما ترى نفسها ومتسحة الصبح وتخسر وشها وسنانها أكيد تطلع كده للناس كلها وتقول لهم أنا مين من غير أي شيء خارجية وبالذات مادام رامونا ابتسام تسكات من المغرب لينا العتال من مصر الضرخة تحدي التحدي هوي يشربوا الكولا مرة واحدة مرسي مرسي التحدي هوي أغني لهم أغنية زروني كل سنة مرة وأغمي عناي وأنا ألعب وأنا ألعب بيانو وأغمي عناي لكي أوضح أن الأولاد لا يوجد غشاوة وهم لا يرون لكنهم فعلاً لا يرون ممكن أن أأتي لكم لكي يتأكد أنه لا يرون لكنني لا أعرف أن أرغبت لو روبوتو أفضل نحن عنا سئة فيك طيب إذا تكذب علينا كارسة نحن عنا سئة فيك تمام؟ استراء conheذة انظر نحن ذهب و الان مرسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرة حرام ترجمة نانسي قنقر 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 على الطريق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اي حدا محتاج منه يشلح اغلى اشي عنده اكتر اشي بحبه اغلى اشي مش قيمة معناوية طبعا قيمة مادية بحطه في بوكس ايبعته للشخص محتاج لكي نحس بيقومه اسماعيل نضع البوكس على ظهره يعمل 40 ضغط كلما كان البوكس كبير كلما كان البوكس في كيل انت هيك عنديد فعلا تعمل اشي كبير للمناس لو كان البوكس فاضي ما عملتش اشي سوف تسعب ايه ايه ثلاثة اربعة خمس ستة سبعة تمانية تسعة عشر انا تلاتاش اربعتاش خمستاش تعال اوزن البوكس ستاش سبعتاش مانتاش تسعتاش عشرين واحد مين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة مين البوكس حدي يوزنه بس نا انا شيحان تسعة عشر داش داش تلاتاش اربعة عشر خمستاش ستاش سبعتاش مين وثاتين تسعة وثلاثين أربعين ستحق مين ان تكون مرسلين وانا افتاة انا احكي شغلة عشان ما تفهموني انا بجوز محض انا ما كتابت عورق انا انا فكرت بالفكرة من اول ما حضرتك احكيتي بس ما كتابت عورق لان الموضوع ما ما بيتجهز أنا أسف إذا حكيتها أنا وحسست ناس أنه أنا بانتقدهم أو أجلهم تهم هي مش موجودة أنا بفضل بس يخلص التحدي ما تعد تحكي لأنه اللي حكيته كان مؤثر وطبيعي وحق كل إنسان يقول اللي أنت قلته ويحسه لأنه اللاموبالات والإهمال والتناسة هن اليوم سمت العصر بتشوف ناس فقدوا حدا قريب بعد تاني يوم بتحسوا ما فقدوا حدا صارت الحياة بتلهي أكتر واللي حاسس بالمقساة مثلك ومثل كل الناس اللي كانوا بغزة حسي فيها أكتر من الناس اللي برا كتير حلو اللي عملتوا ما أنك مضطر بقى تفسر ولا شي أنا أحررت بك بس إنما تردت تفهمني غلط لا لا ما حدا حد أحررت أنا أقول لي فقط ما حد أحررت أبدا ما تخاف من اللي قلته اللي قلته بجنة مرسي ليسي مرسي كتير يا مرسي خد معا في بوكس أوجه الاتحاد لحق مين برضك؟ مرسيلينو في الواقع ماري أنا موشة صوي صوي لا لمرسيلينو ولا ريتا هون ولا إلي ولأي حدا هو حس أنه حبي يغير إش وشكراً كتير لألكوا مرسي لأك مرسي لأك مرسي كتير شكراً 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 مرسي بالنسبة لموضوع التحدي أول شي أنا شخص ما بيدخن فأنا بدي أتحدى بموضوع الدخان اللي هو أنتوا رح تتفاجأوا فيه وتفكروا خطير شوي أنا شخص كتير حاولت دخن قبل ما قدرت طبيعتي ما قدرت تحمل دخان هاي السيجرة شغلت أنا رح قط فيها بإيدي أنتوا شفتوا مؤذية كتير بس أنا بتخيل الأزل اللي عم تعمله لكل شخص عم يدخن من جوه هو أكتر بكتير من الأزل الخارجي اللي نحن عم نشوفه هي عم تحرقني شوي من بره بس عم تحرقني كتير من جوه أنا هذا التحدي ما بتحدى لشخص ولا لشخصين ولا لأتلادي أنا بتحدى كل إنسان بيدخن وبيعرف أنه الدخان سبب رئيسي بالسرطان بتحدى كل إنسان فعلاً بيدخن وبيعرف هذا الشي أنه كل ما بده يجرب يمسك السيجرة ويصحب حاول يحرقه بييده يحس بالوجع من بره قبل ما يحس في من جوه فهذا الشي اللي اللي نحن عم ندخنه هذا الشي كتير كتير كبير ومو بس سببه مو بس بسبب السرطان بسبب أمراض كتير أمراض رئوية وأمراض هاي والمناسبة لأطفال وللناس حد لك أنا عم موجه لكل الناس وحابب أذكر كم اسم يعني مثل عندي صحابي أحمد عيسى مروان الشمالي أنا بتحداهم على هذا الشي لأنه فعلا بتمنى كل شخص بده يحاول يمسك سيجارة ويدخن يحس بحرارة مبره قبل ما يحس فيهم يجوه مرسي تيرسوا مرسي اشتركوا في القناة شكرا 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 موضوع الاختصال يعني هي مش هيك بتقصد هي مش هيك ايه انا مش هيك مرسي وانت حمي مرسي صوتك بطاير العقل بس اليوم مبارك جنة ليا لبارك مرسي أنا اليوم بدي أعمل تحدي ممكن ما حدا ممكن يفكر ايه عمله بدي أنا أعمل دور تعمله البسة أو البثينة أو الكلب فهو هي الدور بدي حاول أكل مثل ما بتاكل لبثينة أنا حتى بالحالة هلا قبثينة مثلا وماشي عالطريق لقيت شي بتكيف بتنبسط تمشي عال 4 إجران بتوصل هيك بتطلع بتطلع بحوالي أنه ممكن حدا يجي أزيني وعم تاكل شي تطلع ببلش تاكل بتخلص بتطلع بتنظف حالة وتمشي ما بتأذي حدا أبدا أنا هيدا الشي بدي واصله بدي لكل اللي عم يقذوا الحيوانات الما بي ما بيحترموا شو هي هي روح هي الله خلقها متل ما خلق روحنا لأنه نحن خلق أرواح لإلون إلون ندور بالحياة كما بدأي ثلاثة من الحضر من الأكاديمي يعني الشيء ما عملته هلأ وفيه سر من الأسماء إلي ووحب منهم وريتا وغادا أهلا ما يحبونه تعملوا بلعاك ومعاك ما أفكار بلعاك أنا لازمون صحة لتك مرسي مرسي أهلا صار أعجبين لدني إيه ما بيأثر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعملوا هيدا الشغلة بحب اتحدى دعاء اللي هي كتير بتحب شعر بدي شوف سبتقدر تتخلى مشان هالقد قضية حساسة وهالقد قضية صادقة و بحب الليك شعريك مادام بتي بتحب تخسري مشان هالقضية تخسر خسلي اصلي ايه تخسر خسلي منه اوكي و مين كمان مين كمان مادام كارلا شو رأيك تخسري خسلي كرميل هالقضية مرسي اربوارك مرحب زومي لا أحتضل لي هذه الأغانية اللي انا سيقوم بها عبارة عن 6 كوبايات بس في واحدة منهم بلاستيك فانا هحرك لكوبايات البلاستيك بشرت ان كل الكوبايات لما حرك البلاستيك كلهم يتحرك معها لمدة عشر ثواني وأنا أتحدى ثلاثة من زميلي إلي وليا لأنه يعني ليس أوك أنا عدتها في المالي هل أفهمت عليك ماذا؟ مظبوطين لقيتها أقل من يعني أنا عديت لقيتها ثمانية عديت من واحد لعشرة بس أنا وصلت للثمانية أنا بحركهم بس بشرط كل محرك واحدة كل ما تتحركتها لازم كلهم يتحرك يعني لازم أحرك كل واحدة منهم وطبعا أنا بتحدى كل الناس إنهم يعملوا الفكرة دي بس بشرط بنفس اللي أنا عملته مش اللي هم مثلا يعملوا كده وكده وصلوا لا يعملوها بنفس الطريقة بجيت جاية تعملها مردها بلس أوكي حتيها لغوانا أوكي بدأتوصل هاي لأرتين أشتغل عرفتك؟ نعم برافو أوكي مرسي لك شيري نعم عم رجع ديقا اشتغلها بلسطة منطقة أحينا بلسطة غنينا شي بعض الله بيرضع عليك هذا لغنائتي مقلوب م.. ما... ما... ما م.. ما... أنا أحب غنيأ ليسطة ما بدوني طالب شكرا ما سمعتنا مدى غنيتة أقل من العشنة ليس بيت صعوبة حيلا شي دي ايه غنينا قديم ولا قديم؟ بدك يا بدي اسمع صوته ودارت الايام ومرت الايام ما بنبعد وخصام وقابلته نسيت اني خصمته ونسيت الليل اللي سهرته قابلته نسيت اني خصمته ونسيت الليل اللي سهرته وسمحت عذاب قلبي 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 وحرته ما عرفش ازاي 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 انا كلمته ما قدرش على موضى حبيبي ما قدرش على موضى حبيبي انا الي امين انا الي امين انا الي امين مين 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 اللحن ما انا لو عندها الصوت ما بسكوت جاي تغني لنا عش سويني بريز بترجيكك كل ما طلبنا منك تغني بديك تغني بديك تقولي للناس انه انا صوت حلو بدي اكتسبت لنا قلنا والناس بالبيوتة انو انت عنديك صوت حلو بليز في شي صلة بيني اللي عملتي والموضوع هي لعبة هي تحدي يعني مش شرط انها تكون مرتبطة بالموضوع بس هي حيالله يعني اللعبة أوكي موسيقى